موعد أنه يكسر رقم كياسي في عدد المباريات لأكثر الأندية في العالم أتفضل طبعا الأهلي على موعد أنه يكسر رقم كياسي أنه يبقى أكثر نادي في العالم لعب مباريات في منديال الأندية الرقم المتساومة بين النادي الأهلي حاليا ووكلاند سيتي ب15 مباراة النادي الأهلي إن شاء الله لو لعب فقال لتأدير مباراتين فحيكسر الرقم هذا إن شاء الله نجي نبص للتشكيل أنا وجهة نظري أن تلاتة أربعة تلاتة في الفترة الأخيرة يعني آه نحن بنلعب بتلاتة وراء بس برضو في أهداف بتدخل فينا للأمانة يعني الحاجة الثانية أنا شايف أن أنت ما عندكش في القايمة غير اتنين مدافعين ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد مغربي هل هتقدر تغامر به لسه ما عندوش الخبرات لسه برضو هيعمل مسحة الكورونا لزيادة تأكيد برضو فلسه يعني الزروف فرض علينا أن نحن نلعب باتنين من السكين في وجهة نظر يعني نحن نلعب بي الأربعة طبعا علي لطفي هو الأكثر خبرة من مصطفى شوبير ياسر إبراهيم ورامي ربيعة قبل برضو ما كمل التشكيل إحنا قبل ما نستعرض التشكيل لازم نتكلم على حاجتين مهمين جدا سياسة الضغط بتاعتك هتبقى عاملة إزاي هتضغط منين طبعا مش هينفع تضغط ضغط عالي مفيش حاجة سمع أن أنت هتلقى هتلاعب فريق أعلى منك إمكانيات أكيد هتضغط ضغط منخفض أو هتعمل ميت بلوك ضغط في وسط الملعب وتعتمد على الهجمات المرتدة الحاجة الثانية طريقة الدفاع بتاعتك هتبقى عاملة إزاي هتلعب طبعا بالتأكيد دفاع منطقة فبالتأكيد ده الأربعة ياسر إبراهيم رامي ربيعة باكرايت محمد هاني بشوفه في المكان ده في حتة المساك بيبقى نوعا ما مش زي الباكرايت الباكليفت طبعا لا خلاف على علي معلول الارتكاز الدفاعي واللي حيديك بقى الأمان الحتة اللي انت الآن منها كريم من وجهة نظر هي أليو ديانج أليو ديانج هو اللي يقفل لك العمق ويغطي الأطراف ولعيب جاي جاهز مع منتخب مالي ملعبش كتير لعب مباراة واحدة جنبه عمار حمدي هو البوكس البوكس اللي يقدر يعمل لك عملية الربط في نقطة تانية بقى مهمة انت في طريق 3-4-3 بتلعب أفشى جناح وأفشى في مستوى في الفترة الأخيرة تحس ان هو مستوى قال لشوية لما راح نحية الجناح طب ليه ما أنا أحطه كصنع ألعاب أرجعه لمركزه الطبيعي أفشى كصنع ألعاب قدامهم وبيتحول طبعا في الحالة الدفاعية الطريقة بتاعتنا بتتحول ل4-3-3 بينزول محمد مجدي أفشى ما بين الاتنين الارتكاز بتوعنا مفروض الطريقة تبقى كده 4-3-3 في الحالة الدفاعية نكمل برضو بقية التشكيل نحية اليمين بشوف حسين الشحات هو طبعا الأفضل في الحتة دي حاليا نيجي للشمال أحمد عبدالقادر وهقول لك ليه برضو أحمد عبدالقادر حطيته قدام طاهر محمد طاهر كمهاجم صريح ليه بقى طاهر محمد طاهر لأن انت محتاج مهاجم سريع محتاج مهاجم يعملك لانت بتقول هتلعب دفاع منطقة فانت طاهر عنده حطة السرعات قدام حسام حسن ربما يكون جاهز أو لا لسه مش عارفين فطاهر هو الأقرب في المكان ده في حتة أنه يعملك الهجمة المرتدة طب ليه مش معنى 4-2-3-1 كريم أولا أنا ببص على الدكة لازم يبقى عندي دكة أنت دلوقتي أنا لقدر الله ربيعة أي حد فيهم اتصاب يحصل أي حاجة هتطر أم مدخل محمد هاني مساك يبقى ونزل كريم فؤاد طيب افرد برضو عايزة حلول ده حل افرد عايزة حل تاني ممكن اطلع علي معلول جناح ونزل محمود وحيد لو حد من الناس عبدالقادر مثلا ما كانش موفق قادر أطلع علي معلول جناح ونزل محمود وحيد فده حل من الحلول عندي أوراق وليد سليمان وليد سليمان لسه لعب ولعب خبرة كبيرة ويقدر يحللك هنا يحللك هنا يحللك مكان أفشى ينزل مهاجم وشوفناه في آخر ماتش فلازم يبقى عندك دكة كذلك لعب بقى لو بصيت للشباب هم تلاتة زياد طارق يقدر برضو زياد طارق إدى نوعا ما برضو في البطولات محتاج الخبرة أكتر بس زياد طارق ممكن أستغله لبعض الوقت وكذلك فخري كذلك طبعا محمد مجربي في حتة الدفاع بس سؤال دكتور بعد يصدك مقاومات طهر محمد طهر كلاعب أعتقد أنها ما تتناسبش مع مركز رأس الحربة بس أنت محتاج مهاجم ينقلك يا كابتن أيمن الفريق من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية بسرعة لأن أنت حتلعب دفاع منطقة فكل هجومك بتاعتهم هيكتور مورينو وسيزار مونتس الاتنين المساكين المساحة اللي وراهم يبقى أنا محتاج هي كورة اللي هنلعب عليه كورة أفشا أو عمار حمدي في ظهر الدفاع ليه طاهر محمد طاهر أو تاكتك ضربات روكنية نقدر برضو نستغل الدربات روكنية من خلال وجود طبعا رامي ربيعة أو ياسر إبراهيم لما يتقدموا يقدروا يعملوا لك عملية الزيادة هي الحتة بس اللي مخوفان لأنهم عندهم جابهة يومنا قوي جدا يا كابتن أيمن عندهم أقوى جابهة في منتري هي الجابة اليومنا اللي بيجي منها كل الأهداف عندهم العرضيات خطيرة جدا نحن نتكلم عنه إمتى نحن نتكلم عنه يوم الجمعة يوم الجمعة أعتقد أنه نحن نسيب منتري نتكلم عنه قبل مطش الآلي قبل يوم السبت يعني نشونا نتكلم عنه الجمعة نقدر بقى نوصفه أكتر وكتر هناك معلومة مهمة بس كافة الإسلام الوقت القائمة النهائية النادي الأهلي سيبعتها يوم ثلاثة في الشهر نعم هنبعت كم اسم هنبعت 23 اسم طيب دلوقتي احنا عندنا خمسة في لعيبة المنتخب بعد إصابت الشناوي عندك محمد عبد المنعم عندك أيمن أشرف عندك حمدي فاتحي عندك عمر السلية والخمس محمد شريف طيب هيبقى أنا 23 اسم هيبقى منهم الخمسة دول أكيد يبقى أكيد في الفترة الحالية النادي الأهلي هيقيد من الخمسة من الثلاثة وعشرين تطرح 23 من خمسة يعني هيتبقى كم؟ 18 اسم يبقى هتقيد من الخايمة اللي سفرت اللي هم وصلوا 25 اسم النهاردة بعد وصول مغربي ومصطفى شوبير يبقى أكيد في سبعة منهم هيبقوا يعني من السبع هيختاروا 18 من الخمسة وعشرين وفيه خمسة مع منتخب مصر ليه مفروض يعني أنا وجد نظري ليه بيحصل كده؟ لأن انت لازم برضو في المباراة التانية مع المنتخب المنتخب حيلعب حتى لو لقدر الله المنتخب لعب ثلاث ورابع يوم الحد هيبقى برضو سواء نهائي أو ثلاث ورابع هيبقى يوم الحد وبالتالي اللعبة هيبقى عندها فرصة لعبة الأهل اللي هم الخمسة الدوليين بعد إصابة محمد الشناوي يقدروا أن هم يسافروا ويلعبوا سواء يوم الثلاث بإذن الله لو تأهلنا يوم الآربع يوم الثلاث أيها نص النهاية ويوم الآربع في الخمس السادس لو لا قدر الله خسرنا فده اللي ممكن يعني يكون موجود في القايمة التفكير في القايمة حاليا يعني بإذن الله إن شاء الله يعني مسهل ما نشوف الدنيا هتبقى ماشية إزاي نشوف الدنيا هتبقى ماشية إزاي خلال الفترة جاية أنا بشكركم جدا على إبداع وجهة النظر في نادي الأهل النهاردة إن شاء الله خلال أيام أو توالي الأيام القادمة إن شاء الله هيكون عندنا شرح كامل لكل الفرق الموجودة في كأس العالم